السلام عليكم و مرحبا بكم اليوم معي في القناة نتمنى انكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير اليوم في هذا الفيديو سنقذوا واحد الكيكا جديدة بشكل جديد بمكونات سهلة من توفرة في بيت كل وحدة فينا نخليكم مع الصور و مع الفيديو اللي كنتمنى انه ينال اعجاب لكم نبدأ بالمقدر على بركتي الله اول حاجة ناخذ بيضة و نضيف عليها كاس ديال سكر حبيبات او سانيدة نخلط هذا الزج حويج مزيلا حتى يدوب سكر سانيدة نحن نضيف الزج على دفوعات و نحاول ندمج مزيلا هذا الكيكا جد بسيطة و سهلة و تجيغزالة في المنظر نرى الوقت التي نضيفها و نرى تحضير الصور و نرى الصور المقادر يدد فيها المقادر نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب ترجمة نانسي قنقر سوف نفرغ الخالط في المول و نجد الكريمة نضيف الكريمة و نضيف الكريمة و نضيف الكريمة نضيف الكريمة و نضيف الكريمة و نضيف الكريمة لست أقل الأسر سوف نضع الصورة في الخر سوف نضع الصورة في الخر سوف نحرك جيدا سوف نضع الصورة في الخروج اضع البطا مهينة ونحرك نحن نحن بها عقادة انا هنا ارى وجدات الكريمة سأجلنا نأخذ الكيك و هذه الكريمة سوف نفرغ الكريم بهذا الشكل المهم ان السطح كامل تغطى بلا كريم باتيسير لانه تبقى شي بليسة لا تغطي العجينة سوف نفرغ كامل نفرغ كامل نفرغ كامل نفرغ كامل كيكا نقطعها لانه سيكون لانه سيكون خضراء او مجنة سيكون لديها 1 ساعة حتى تشد راسها بشكل جيد ونقطعها بصحة ورحة وهذا هو شكل النهائي الكيكا كما ترى الكيك وكما ترى الكيك وكما ترى الكيك لانه يبقى الفارغ هنا كما ترى جاء كلها تبقى معزولة على الاخرى نتمنى ان هذا الكيكا لانهار تكون نال الاعجاب ديالكم الكيكا جديدة بشكل جديد وكان طيبو زوج حويش في نفس الوقت ماشي كان طيبو الكيكا بوحدها ولا كخيم باتيسير بوحدها وصلنا النهاية ديالفيديو كنتمنى انه كما قلت قبلنا الاعجاب ديالكم وشكرا لكم على المتابعة ديالكم ونطلقوا فيديو اخر جديد ان شاء الله يلقينا في الحياة وصلنا